اشتركوا في القناة وانا كده كده بعزك مزيك فانا بالنسبة لي مش عمري ما هقول لأ لحاجة وعمري ما هكرس نفسي لشيء دي من اهم النصائح لو بتعرف تعمل حاجة تحتها سطرين كويس اعملها بس يعني انت مش بيقولك اعملها اصلا انت عشان تعمل حاجة كويس انت لازل تعملها وحش وديكت نصيحة من النصائح برضو واللي بيعمل احسن ما بيعملش دي من اهم النصائح يعني بدل من انت قاعد بتقول انا عايز اعمل انا عايز اعمل انا عايز اعمل حاجة كويسة اللي بيعمل حاجة وحشة احسن منك وديكت اهم النصائح فعلا فدي انا مشيت بيها في حياتي طيب انا بعمل لو مش قادر اعمل دلوقتي هعمل ده لما عندي امكانيات ان انا اعمل فيلم اجمدها انا كنت بعمل افلام بالموبايل لما كنت بعمل مشروع في المعهد انا كنت بقول له على الفكرة انا كان عندي فيلم كمشروع تخارج فهو قال لي انا مش فاهم دي هتعملها ازاي قلت له طيب ماشي خلاص شوفها لما تخلص بعد لما هو قال لي انا مش شايف ان الفكرة دي سهلة ان هي تتعمل كفيلم تمام انا عملتها كفيلم باستثناء الرأي وخدت اول ع الدفعة وجازي تيوسف شهين فهو ده غير ان هو عجب الفيلم هو احنا يعني ما كانش ده المهم ان انا خدت اول ع الدفعة ولا خدت جازي تيوسف شهين بس كان المهم ان هو شافني اعملت اللي في دماغي لغاية الاخر باستثناء ان انا اخد رأي حد وهو نفسه قال لي ما تستناش رأي لو انت شايفها عاملها هو لما جيه حكالي عن فيلمه هو اللي هو زي عودة كابريت انا مش انا عارف ان هو الفن ما بيكملش الا لما فعلا يكمل هو لو كان البني ادم عمتا بيفكر في حاجة وبياخد رأي الناس قبل ما العمل يكمل ممكن فعلا يبقى سبب ان هو ما يكملهاش فلازم الواحد بعد ما يخلص العمل فعلا للاخر يشوف والفنان نفسه دمما بيخلص العمل ممكن يقول بس كانت تبقى احسن لو ودي ما بتخلصش مفيش فنان عمره خلص عمل فني الا لما قال يا بس لو كنا عملنا هي فعلا كده ولذلك يعني الواحد لازم فعلا يعمل ويتعلم من اخطائه في اخلاد الطريق لان هي ما بيجيش غير كده فعلا ده ولواحد فضل قاعد يقول انا عايز اعمل احسن حاجة مش عامل حاجة خالص وده درس انا تعلمته بسلوب صعب فعلا لان انا دايما نفسي اعمل احسن حاجة وديه تموحي ومش سهلا بس فعلا اللي عمل حاجة كويسة ده بالنسبة لي تمام جدا دلوقتي فعلا يعني اشتركوا في القناة